إذا رأيت لاعب كرة قدم في لحظة غضب دخل الملعب خلع القميص الذي يرتديه وألقى به على الأرض ثم وطأه بقدم ماذا تعتقد أن يكون المصير ذلك اللاعب؟ كما أقول أولاً الجمهور سيفور عليه ثورة عارم وسوف يلقونه من قلوبهم كما ألقى القميص من ممكن أن يعاقبه اتحاد الكرة من ممكن أن يعاقبه فريق هل يستطيع سالن أن يسأل لما كل هذا الغضب؟ الرجل لم يخطأ في حق أحد القميص قميصه خاص به ومن حقه أن يفعل به ما يشاء هنا سأقول لك أن هذا الكلام ينطبق على كل منابسه إلا الذي تحمل شعار الفريق إذن هذا الشعار صنع فارقاً جوالياً في ردود الفعل على نفس الفعل فما قيمة هذا الشعار؟ الشعار هو رمز للكان الذي تنتمي إليه الجذر اللغوي بكلمة شعار هو شعر والذي يأتي منه شعر وشعور وشعيرة وشعيرة هي المفرد بكلمة شعائر ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب تعظيم شعائر الله هو أحد أشكال الامتثال لأوامر الله الامتثال هو جوهر العبادة الطواف بالكعبة المشرفة وهي حجر في الأساس شعيرة من شعائر الحج ورمي الجمرات شعيرة أيضاً من شعائر الحج لماذا نطف حول حجر ونرمي حجراً آخر؟ هذا هو الامتثال لوامر الإلهية لا تخضع للمنطق البشري ولا يجب أن تناقش أصلاً الصوم مثلاً نحن نصوم لأن الله أمرنا بالصوم نصوم امتثالاً لأمره لأننا نعبده ونؤمن به ونؤمن أن كل ما يأتي منه حق فهن الحكمة من الصوم أو لم نفهم هذا هو الامتثال وفي العيد نفرح لأن الله أمرنا بذلك لأن العيد من شعائر الله والتي يجب أن تعظم أوامر الله يجب أن تطاع كما أن نواهيه يجب أن تحذر أجواء العيد من لبس الحسن من الثياب وصلاة العيد والأضحية والتانية بيوم العيد وصلة الأرحام بهذا اليوم وفعل كل شيء من شأنه أن يعنم حالة الفرحة ليست مجرد عادات احتفالية إنها منظومة مترابطة تمثل تعظيم شعائر الله البعض يمد هذا الخط على استقامته فيغالي في الاحتفال بالعيد ويسرف في مظاهر هذا الاحتفال فيتحول يوم من أيام الله المعظمة إلى مناسبة استعراضية للاحتفال والسعاد الأصل في الأعياد هو تعظيم شعائر الله وتعظيم شعائر الله درب من جروب تقوى الله وما لا يتفق من الإكيان بما أنكره الله وحرمه الله لم يأمر من إسرع تخيلك أن سنك قد يمنعك من الفرحة بالعيد والاحتفال به وقصره على الأطفال فقط وتخيل يحتاج إلى تصحيح فالأعياد ليست مناسبة اجتماعية العياد عبادات للكبير قبل الصغير البعض الآخر من الناس على الطرف الثاني من هذه المسألة قد يقضون الأعياد في بيوتهم منطوين على أنفسهم شاهدون التلفاز أو يمضون الوقت في النوم لم يخصص الله الأعياد لهذا الهدف ليس لكي تتخذه العطلة لتستريح فيها وتنام بل يجب أن تفرح وأن تظهر هذا الفرح لأن ذلك شكل من أشكال العبادة ومع ما تمر فيه الأمة اليوم تميل أنفسنا إلى الحزن أكثر منه إلى السرور على مصاب إخواننا ومعاناته إلا أننا نظهر سرورنا في العين تعبدا وانتفالا إذا أمرك الله فأطع أطع فحسب فذلك هو التسليم وكل عام والأمة الإسلامية بإخبار سلام اشتركوا في القناة